دخلت اليوم الأربعاء قوافل مساعدات إنسانية إلى مدينة دارية برعاية الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري بعد نحو ثلاث سنوات ونصف على الحصار كما دخلت مساعدات غذائية وطبية إلى مدينة المعظمية فيما ذكر ناشطون أنه تم إخراج حالات إنسانية وطلاب وموظفين من المدينة ولمزيد من التفاصيل معنا عبر سكايب من ريف دمشق فادي محمد عضو مكتب العلاقات العامة في المجلس المحلي لمدينة دارية أهلا بك فادي ما هي تفاصيل دخول المساعدات إلى دارية والمعظمية وكم يبلغ حجمها سلامات فيما يخص مدينة دارية دخلت قافلة الأمم المتحدة اليوم بعد طول انتظار للأسف كان دخولها مخيب للآمال القافلة هي عبارة فقط عن خمس سيارات إلى مدينة دارية تحوي مستلزمات بالأسم مستلزمات طبية ولكن للأسف حتى محتوياتها هي أولويتها ثانوية وليست أولوية المحاصرين خلال ثلاث سنوات ونصف في مدينة دارية أول قافلة من الأمم المتحدة تدخل إلى مدينة دارية السيارات معظمها لا يوجد فيها أكثر من نصفها المحتويات الموجودة حقيقة الأصناف والأنواع التي توجد أثارت سخرية معظم الموجودين في المدينة أدوية أو شامبو لنقمل معدات وناموسيات مواد حقيقة مخزية بحق الأمم المتحدة والصليب الأحمر والهلال الأحمر أن تدخل إلى مدينة دارية بعد كل هذا الانتظار وبهذه المواد فقط سيارة واحدة فقط تحوي على حليب الأطفال ولا يوجد فيها أكثر من نصف هذه الكمية الموجودة لا تكفي للتوزيع على الأطفال الموجودون في مدينة دارية لمرة واحدة فقط عبوة لكل طفل لمرة واحدة بعد انتظار دام ثلاث سنوات ونصف طيب فادي هل حصلتم على وعود بإدخال قواف المساعدات أخرى؟ حقيقة لا يمكن التأكيد وأخذ الوعود الذي جرى قبل ثلاث أسابيع من الآن وصلت القافلة إلى حدود دارية وعلى آخر حاجز طبعا القافلة هي نفس التي دخلت اليوم على حدود دارية وعند آخر حاجز وانتظار سبع ساعات حاجز وحيد فقط تابع للنظام أعاد قوافلة الأمم المتحدة بكاملها إلى دمشق رغم أنهم منذ الصباح على تويتر وعلى وسائل التواصل الاجتماعي يتغنون بإنجازهم العظيم بأنهم سيدخلون قوافلة مساعدات إلى دارية تخيل أن الأمم المتحدة لم تتمكن من اجتياز حاجز للنظام السوري لا يفصلنا عنه بضع مئات من الأمتار لم يتمكن من الدخول إلى دارية بعد سبع ساعات عادت القوافلة إلى دمشق بالتالي ما فينا يعني نعتمد على وعود الأمم المتحدة بسبب أنها قطعت عشرات الوعود السادقة هم وعدونا بأنه غدا أو بعد غد ستدخل القوافل ولكن ننتظر إذا كانت قوافل بمثل حجم قوافلة اليوم هي حققتها مخجلة ومخزية بحق الأمم المتحدة صباح اليوم فقط صباح اليوم فقط نعم نعم فهدي تفضل قبات النظام قامت بحرق حقول القمح يعني نحتاج إلى مئات قوافل من الأمم المتحدة لتعويض فقط ما حرقه النظام صباح اليوم فقط فقط صباح اليوم مئات القوافل نحتاج لكي يعوضوا ما حرقوه صباحا فقط شكرا جزيلا لك كنت معنا من ريف دمشق فادي محمد عضو مكتب العلاقات العامة في المجلس المحلي الإدارية